السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم مشاهدين الكرام في عدد جديد من برنامجكم في المزاد الذي يبث عبر قناتكم نوميديا في هذا العدد سنعود إلى الملف الليبي بأهم مسجداته وتطوراته في الصحة الإقليمية والدولية توجس إيطالي ألماني من فرنسا في الاتحاد الأوروبي ومطامع تركية في المتوسط والقرن الإفريقي والنيجر توسع اقتصادي أقلق الجانب التركي وأهم ما يحدث في الملف الليبي سنتحدث عنه في حصتكم في المزاد قبل بداية النقاش ورحبوا بضيفتي عبر في البلاتو السيدة نجو عبر دكتور مرحبا بك سيدتي شكرا على قبولك الدعوة ويتوجد معي عبر خدمة سكرايب دكتور عبد الرحمن بن شريط وستاذ الفلسفة السياسية من جامعات زيان عشر بجلفة مرحبا بك سيدي شكرا على قبولك الدعوة معي بداية نستاذة نجوة ربما نتساءل الآن عن تطورات الملف الليبي خاصة مع لقاء وزير خارجي اليوم المصري سامح شكري مع الوزير سعودي الأمير فيصل بن فرحان تحدث على ضرورة إبقاء ليبيا بعيدة عن التدخلات الخارجية ربما تصريح أكثر منه بروتوكولي أكثر منه شيء آخر في المقابل هناك توجس ألماني إيطالي على فرنسا فرنسا كذلك طرف آخر تركيا هي كذلك عامل الآن أساسي داخل ما يحدث في ليبيا تطورات ربما تحدث يوميا لهذا الملف سيدتي كيف نقرأ ربما هذه التطورات منذ أن بدأنا متابعة الملف الليبي دائما هناك فترات استقرار هناك فترات من التوازن وهناك فترات حركية على المستوى الميداني أو على المستوى السياسي ترتفع وطيرتها وهذا ما نتابعه منذ أن تدحرجت قوات حفتر نحو الشرق في مقابل زحف قوات الوفاق مدعومة بتركيا نحو المنطقة الشرقية أو تحديدا وسط ليبيا المحور سرت الجفرة أين أعلنت مصر أن هذا المحور هو خط أحمر وهو مساس بالأمن القومي أو يحمل تهديدا للأمن القومي المصري ليصدر أو تستصدر الحكومة المصرية تنخيصا من البرلمان المصري بالدخول إلى الأراضي الليبية أو ما تضمنه خطاب الرئيس السيسي إمكانية تسليح القبائل الليبية وهذا الموقف الذي رفضته الجزائر واعتبرته انحرافا قد يؤدي إلى اتساع دائرة العنف لأن تسليح القبائل سيخرج الملف عن ما تم النص عليه في اتفاق برلين أو مؤتمر برلين من حيث تجفيف منابع التسليح أو إيقاف الدعم الخارجي للأطراف المتقاتلة محليا تبقى التجاذبات دائرة على أعلى مستوى خاصة قلنا في مقابل ممارسة مصر للحد الآن أنا نقدر نقول أنها نوع من الدعاية والضغط النفسي وهي ضمن الضغط السياسي في المقابل قلت أن تركيا تتمسك بإسقاط خليفة حفتر الذي تحول تقريبا إلى عبء استراتيجي هذا واضح حتى أنه مؤخرا لم تعد هناك حتى ذكر خليفة حفتر كطرف أصبح عبءا على جميع الأطراف قلت التوجه نحو إيجاد البديل الملائم يظهر عقيلة صالح الرجل الذي تركز عليه جميع الأطراف سواء روسيا أو المحور المصري الإماراتي التوجه بالأمس نظن إلى الرباط إلى المغرب قلت هناك العديد من الأحداث المتسارعة في هذا الشهر نعم سنفصل أكثر دكتور عبد الرحمن بن شريط مساء الخير مساء الخير ربما التساول الأولي دكتور عبد الرحمن بن شريط مع تعزيز حكومة الوثاق لقواتها غرب السيركت وكذلك زيارة رئيس الأركان المصري لكل قواته غرب الحدود ربما كيف نقرأ هذه التطورات مع سنناقش أيضا دخول المغرب على خط ملف التسوية السياسية ربما ما هي أهم القراءات دكتور عبد الرحمن بن شريط أعتقد بأن الوضعية الليبية كانت في مرحلة ما تسير نحو تضييق الخناق على طرابلس وكان هناك تغول لحفتر وكان هناك الأمور نوعا ما تسير في طريق مدروس ولكن التدخل التركي أخلط كل الأوراق وأعاد كل طرف إلى جحره كما يقال ودفع الجميع إلى إعادة النظر في هذه الاستراتيجية التي هي استراتيجية وضع دوميا ليبيا والتصرف فيها عن بعد وتوظيفها لمختلف لمصالح مختلفة لمختلف الطامعين في ليبيا وأقصد بذلك روسيا والإمارات والعديد من الدول معروف يعني الأطواف كلها التي كانت تراهن على السيطرة على ليبيا وتقاسم هذه الكعكة ولكن عندما ظهر التدخل التركي وأعاد ما يسمى بتوازن الرعب كما يقال في ليبيا بدأت المواقف تتراجع حتى بدأنا نسمع نوعا ما تناقض في التصريحات خاصة من الطرف الفرنسي الذي يعتبر هو السبب الأول في ما يحدث في ليبيا ولذلك فأعتقد أن الوضعية حاليا حاليا هي وضعية جس نبض ومحاولة معرفة يعني لأن الجماعة الذين دخلوا ليبيا وحاولوا السيطرة على طرابنس الآن هم في ورطة وأصبحوا يعيدون النظر في ملفاتهم ويعيدون تشكيل استراتيجية جديدة وبطبيعة الحال هناك مراهنة على الطرف المصري وأعتقد أن ما تحاول مصر القيام به يعني هو اللعب بالنار ومحاولة صوبلة ليبيا كما يقال وخاصة إذا لأن الاتفاقيات كلها كما قالت الأخت الكريمة هي تحرين من الأسلحة على ليبيا ومنع تداول الأسلحة والسيسي يريد أن يسلح لا يسلح الأطفال يريد أن يعطي الأسلحة ربما تساؤل هنا أليسنا في مرحلة ربما التهديد بالتصعيد واستعراض القوة ربما حتى هناك طريقة من ضغط للجوء إلى ربما إلى الحلول السياسية قبل بداية الصدام أسد عبد الرحمن بطبيعة أعتقد الآن أن هناك مرحلة لتشكيل تحالفات ولمحاولة التنسيق بين الأطراف المتنازعة من أجل تغليب طرف على آخر ولذلك فأعتقد بأن هناك من يراهم على التدخل للجيش المصري ولكن تبين بأن أنا شخصيا أعتقد بأن ما يقوم به السيسي هو مجرد ترويج أو مجرد عملية تعتيم على الوضع الداخلي في مصر ومحاولة لتوجيه انتباه المصريين من مشكلة يعني سد النهضة إلى مشكلة مفتعل آخر وهي محاولة لظهور بمظهر الرئيس الذي يفكر في مصلحة المصريين في حين أن الجميع يعلم بأن السيسي السيسي فقد كل السيطرة على المصالح وهي داخل مصر وخارجها من خلال هذا التهور ومن خلال المواقف المتناقبة طيب سأعود لك أستاذ عبد الرحمن بشريط أستاذ نجوة ربما تساؤل هنا عن عملية التصعيد والتهويل ربما العديد من الخباراء يقولون أن هذا التصعيد هو عملية ضغط للبحث عن حلول سياسية ربما على حساب قبل ذهاب للحل العسكري كلا الطرفين سواء تركيا أو مصر كلا الطرفين لا يحبذ ولا يرغب في الحقيقة إلى التوجه إلى المواجهة المباشرة لأنها ماذا تعني الحرب المباشرة كلا الطرفين لا يملكان تحقيق حسم استراتيجي يعني لا مصر تملك القدرة على تحقيق حسم استراتيجي في مواجهة تركيا ولا تركيا تستطيع تحقيق حسم استراتيجي في مواجهة مصر بمعنى أن هذه الحرب ستؤدي إلى تدمير الطرفين بشكل مستنزف في إطار زمني ممتد يعني ليست حرب التحول من حرب بالوكالة أو مجرد تجاذب أو منافسة إلى حرب شاملة قد ترتفع وطيرتها إلى أطراف أخرى أين هي الأطراف الأخرى أستاذ النجوة عابر في كل هذا؟ عندما نتحدث عن طرفين المواجهة المصري والتركي لما نتكلم على أطراف المواجهة قلنا محليا بين الوفاق وحفطر وكل التشكيلات أقليميا بيننا لأن كل التشكيلات استعمل المرتزقة سواء تركيا والوفاق عندهم مرتزقة من سوريا ومؤخرا تقارير تقول مرتزقة من الصومال سواء حفطر يعني منذ البداية استعمل المرتزقة من السودان الجنجويد أو منتشاد أو فاغنر كانت سبعين شركة أو ما زالت سبعين شركة أمنية خاصة تعمل لحد الآن في ليبيا ليبيا هي اليوم هي إقليم مفتوح للتنازع وحتى الأطراف سواء الإقليمية الدول التي تعترف بشرعية الصراج بحسب اتفاق الصخيرات لكن قلت في شكل متوازي وشكل متخفي تغذي الصراع بفرق غير رسمية وهذا أمر مفروغ منه قلت محليا عندنا الفرق المتقاتلة سواء تابعة للوفاق أو تابعة لحفطر مع مجموعة المرتزقة المختلفة والشركات الأمنية الخاصة على المستوى الإقليمي بين مصر والإمارات وفي مقابل تركيا أيضا فرنسا الولايات المتحدة الأمريكية تعمل عن طريق كلائها سواء المحور المصري الإماراتي أو المحور التركي لأن هذا يعني معروف التفاعل يكون عن طريق المستويات المستوى الأول المستوى الثاني والمستوى الثالث وشفنا أن طبيعة أو الغطاء الذي تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية حتى يعني مؤخرا في بيان صادر عن الولايات المتحدة الأمريكية اتهمت حفتر نتيجة للتحالف الذي أبداه مع شركة فاغنر الروسية الولايات المتحدة الأمريكية تتخوف أو توثار وتعتبر تركيا وكيلها في مواجهة روسيا في ليبيا قلت طبق مصر الإمارات كذلك هو محور يعمل كوكيل للولايات المتحدة الأمريكية وشفنا مؤخرا أيضا تدخل الولايات المتحدة الأمريكية وحثها لمصر بالتوقف عن تصعيد وطيرة الحرب وهذا معروف دائما نقول وبيلي الولايات المتحدة الأمريكية رغم الأوضاع السياسية يعني التحضير إلى الانتخابات في شهر نوفمبر تبقى تراقب عن بعد وهي صاحبة القرار في النهاية التدخل مؤخرا فيما تعلق بسرط جاء نتيجة لإيقاف خليفة حفتر تصدير النفط وهذا يضر بشكل أساسي يضر مصالح الولايات المتحدة الأمريكية لأني قلت في خضم كل هذا الموارد النفطية في ليبيا تساعد على تغطية العجز الذي تسببه الحضر إيران وفنزويلا يعني الأمور تمشي بحسابات جد دقيقة يعني ما هيش أمور مفتوحة لكل الأطراف نعم بحسابات جد دقيقة الأستاذ عبد الرحمن المشرية تساؤل آخر اليوم نتحدث عن لقاء وزير خارجي المصري سامح شكري وكذلك بالوزير السعودي فيصل بن فرحان عندما يتحدث الطرف المصري على ضرورة إبقاء ليبيا بعيدا عن التدخلات الخارجية والتصدي للدول الإقليمية التي تحاول بسط نفوذها على حساب النطاق العربي ربما كيف تقرأ تصريحات وزير خارجي المصري أستاذ عبد الرحمن أبسط شيء أنها غير منطقية وغير واقعية ولا تتناسب مع مواقف هذه الدول وتصرفاتها وتعشينها للوضع في ليبيا ورغبتها في وضع شخص أو اختيار كما يقال بيدق من البيادق حتى يتم توظيفه ليس فقط لمصلحة هذه الدول حب ذا لو كانت سعودية تريد مصالحها وحب ذا لو كانت مصر تريد مصالحها ولكن هم في حد ذاتهم بيادق لقوى أجنبية أخرى ولهذا فأعتقد بأن الحرب بالوكالة أصبحت هي القاعدة الأساسية ولذلك فأنا شخصيا أتفاجأ من مثل هذه التصريحات التي خاصة في العصر الحالي عصر اليوتيوب وعصر المعلومة المتحدة ويستطيع أي مواطن بسيط أنه يبحث ويجد أن هناك تصريحات متناقضة وغير مقبولة مما يدل على أن هذه الدول لا تملك مبادرة القرار وهي تنتظر أن تملى عليها قرارات من قوى أخرى وتنفذ ولذلك فلاحظنا بأن ليبيا أصبحت مع الأسف يعني ضحية لأطراف عربية وضحية لأطراف كان المفروض أن مصر تكون طرفا أو عاملا من عوامل الحل وليس عاملا من عوامل الأزمة ولكن مع الأسف هذا ما يحدث وبطبيعة الحال لا بد أن ننسى كذلك عناصر أخرى وجهات أخرى وأذكر على سبيل المثال الخطر الفرنسي في حد ذاتها ففرنسا في حد ذاتها لا بد أن نتكلم عنها لأنها هي مصدر كل المشاكل منذ عهد ساركوزي إلى حد الآن نعم منذ عهد ساركوزي إلى حد الآن سنتحدث عن أربما الدور الفرنسي في الأزمة الليبية وماذا تفعله فرنسا مع توجس الأستاذ عبد الرحمن المشريط الأستاذة نجوعاب توجس ألماني إيطالي من ما تفعله فرنسا في ليبيا وفي كل البحر الأبيض المتوسط نتحدث عن ليبيا بالدرجة الأولى الأستاذ عبد الرحمن ربما هناك في الاتحاد الأوروبي من يرفض دور الفرنسي في ليبيا وما تفعله ببراجماتية فرنسية مفضوحة الآن لفرنسا داخل ليبيا وداخل أطراف الليبيا حتى نفهم هذا التكالب الفرنسي على ليبيا لابد أن ننظر إلى واقع فرنسا فرنسا تعيش أزمة كبيرة اجتماعية واختصادية ويعني الرئيس الفرنسي أصبح يدلي بتصريحات متناقضة هو في مؤخرا كان يتنصل من حفتر ويقول بأنه لا علاقة له بحفتر ولا يريد أن يدعمه ولكن لاحظنا أنه قبل هذا يستقبله في الإليزي ويراهن عليه كبيدق من البيادق لحل مشاكل كبيرة بالنسبة لفرنسا لا يجب أن ننسى بأن فرنسا تريد أن تسيطر على ليبيا من أجل تحديد من الهجرة خاصة الهجرة نحو فرنسا لا بد أن ننسى بأن فرنسا لها مشاكل كبيرة وتريد أن توظف وتستغل حفتر في القضاء على الجماعات المتشددة التي تعيق ما تقوم به فرنسا لأن فرنسا ما زاد إلى حد الآن تفكر بذهنية استعمارية ولذلك فرنسا الآن تريد أن تستغل هذه العلاقة وأن تضع رجلها في ليبيا حتى تستفيد من إعادة إعمار ليبيا مستقبلا لأن شركتها تعاني منافسة كبيرة على المستوى الأوروبي والعالمي سأعود لك أستاذ عبد الرحمن نجوى في نفس التساؤل ربما النقطة التي نثيرها في هذا البرنامج هي نقطة الأساسية كذلك دور الفرنسي اليوم يقلق الاتحاد الأوروبي يقلق دول كبرى في الاتحاد الأوروبي ولكن هناك خبراء الاقتصاد يؤكدون شيء آخر شيء آزاسي في تصرفات الطرف الفرنسي حول الهيمنة وإعادة السيطرة الاقتصادية على كامل إفريقيا رسادة نجوى عبد بما أن هناك تغلغل تركي صيني داخل إفريقيا اليوم بالطبع فرنسا كانت قائدة عملية الحامل الموحد وكانت صباقة بهدم ليبيا نذكر فقط أن إيطاليا كانت رافضة للعملية العسكرية التي أطاحت بمعمر القذافي في مارس تحديدا 19 مارس 2011 أيضا ألمانيا لم تكن موافقة ولم تعطي الضوء الأخضر لهذه العملية العملية كانت يعني مدعوبة وبقرار أمريكي فرنسي خاصة قلت لأن إيطاليا إيطاليا كانت حريصة على البقاء على مصالحها كمستعمر تقليدي في ليبيا لذلك من هنا أتى الرفض فرنسا لها أطماع في ليبيا فرنسا تريد استبدال شركة الإيطالية بشركة توتال وهذا ما حدث فعلا في عدة مواقع نفطية فرنسا كانت أو قلت يعني وصل حرب استثمارات داخل ليبيا وصل الاحتدام بين إيطاليا وفرنسا إلى حد أزمة دبلوماسية وين فرنسا استدعت السفير الإيطالي وقالت بأن كل هذه التصريحات الصادرة من مسؤولين كبار سواء وزير الدفاع أو نائب رئيس الوزراء الأول والثاني الذي وصل الأمر إلى غاية طلب الاتحاد الأوروبي بمعاقبة فرنسا وفضحوا العديد من الممارسات التي تقوم بها الحكومة الفرنسية على أساس أنها تفقر الشعوب الإفريقية خدمة لمصارحها وهذا أمر واقع أمر مهم هي ملف الهجرة غير الشرعية وأهم حادثة والمتضرر فيه دائما طرف الإيطالي حادثة سفينة أكواريوس الليبية في جوان 2018 التي كانت تحمل 630 لاجئ رفضت إيطاليا استقبالها وتحولت إلى إسبانيا هذه الحادثة أثارت الكثير من اللغط فيما تعلق بملف الهجرة غير الشرعية كذلك تتخوف ألمانيا من ارتفاع الارتفاع هائل من طلبات اللجوء السياسي إلى ألمانيا وأيضا تتخوف من زيادة انقسام الموقف الأوروبي وهذا اللي شفناه حتى الذي تضاعف بسبب تبعات كورونا قلت الموقف الأوروبي هو أضعف موقف ومنذ سنوات وليس مؤخرا تبدو المواقف الأوروبية عبارة عن خطابات أخلاقية أو مجرد تنسيق حتى مؤتمر برلين أخيرا كان بضغط وبقرار أمريكي يعني ألمانيا وإن لم تكن أو تبدو الأقوى سياسيا لأنها لم تتورت مع أحد الأطراف إلا أن الموقف الأمريكي هو الذي أقر بأن تشرف ألمانيا على العملية السياسية التي توجت بمؤتمر برلين في 20 يناير 2019 قلت الصراع حول الطاقة ملف الهجرة غير الشرعية أيضا ملف الحركات الجهادية هذه أهم الملفات الثلاث التي هونت وأضعفت الموقف الأوروبي نذكر بنقطة مهمة أن فرنسا تراجعت تقريبا غابت مؤخرا في الملف الليبي بعد دخول تركيا فعليا على الأرض وشفنا الزحف التركي نحو النيجر وعقد اتفاقات أيضا تنامي الرفض الشعبي في مالي وفي دول الساحل ضد التواجد الفرنسي وكذلك أهم نقطة هي وصول النخب الوطنية إلى مراكز القرار في دول الساحل وغيرها وين هذه النخب صناعة الرأساء هي من طرف فرنسا أصبحت ترفض التوغل الفرنسي كما كانت في سياسات فرنسا كما كانت سابقة ومع ذلك ومع ذلك نقول ما زالت الورقة التي تلعب بها فرنسا والورقة الوحيدة سواء في دول الجوار الليبي أو دول الساحل هي النخب العميلة رغم أنها تراجعت وضعف موقفها إلا أنها ما زالت ورقة ابتزاز تمارسها فرنسا بشكل جيد في مقابل الحصول على امتيازات سياسية بالنسبة لهذه الحكومات جميل الأستاذ عبد الرحمن بن شريط نتساءل هنا عن ربما توسع تركي فيما يخص شق الاقتصادي داخل إفريقيا بالدرجة الأولى الأستاذ عبد الرحمن بن شريط هو ما يقلق طرف الفرنسي بالدرجة الأولى بما أن هناك استثمارات تركية كبيرة في العديد من دول الساحل في القرن الإفريقي ربما هذا التوسع أقلق وربما تخوف فرنسي من امتيازاتها الدائمة ومستثماراتها الدائمة داخل إفريقيا باعتبارات استعمارية بدرجة الأولى وتاريخية بدرجة الثانية لا تعتقد أن تركيا اليوم تسعى لتوسيع نفوذها في العديد من الدول الفرنكوفونية التي كانت تهيمن عليها فرنسا بدرجة الأولى بطبيعة الحال تركيا الآن تريد أن تلعب مع الكبار كما يقال ولا تريد أن تبقى دولة تتحرك داخل جغرافيتها المحدودة ولعل اللقاء الذي وقع بين الحكومة الشرعية للسراج واللقاء بينه وبين أردوغان أعطى لتركيا صلاحيات أعطى لها أعتقد مشروعية كبيرة جدا لأن كما يقال بالعامية أن تركيا دخلت من الباب ولم تدخل من النافذة يعني تعاملت مع السراج ولم تتعامل مع حفتر وحفتر تعتبره منشقا وتعتبره سببا في الأزمة أو هو أصل الأزمة ولذلك فأعتقد بأن تركيا من حقها ككل الدول أنها تفكر يعني التوسيع نفوذها لا أقول النفوذ العسكري ولكن مصالحها الاقتصادية وأن تكون دولة يعني تتعامل مع ليبيا باعتبار أن ليبيا قريبة لتركيا من ناحية الامتداد البحري وهي هناك اتفاقيات مستقبلية ومشاريع مستقبلية يعني يعني نقدر نقول أن ليبيا أقبلت على هذه الاتفاقيات بكل بكل شجاعة وبكل يعني إرادة في أنها ستستفيد من استغلال الغاز الموجود في المنطقة الساحلية على غرار الثروات الغازية الموجودة في الجنوب ولذلك فتركيا أصبحت تقدم حلول كبيرة لحكومة السراج وتعطيها بداء اقتصادية مفيدة جدا بالإضافة إلى أنها تفكر في قواعد عسكرية وتريد أن تدخل في ليبيا بكل قواها العسكرية والاقتصادية وننسى بالإضافة إلى ذلك الخنفية التاريخية التي تعمل في مصلحة تركيا وخاصة بعد النجاح الكبير الذي حققته تركيا في العديد استرجاع مسجد آياسوفيا الذي يعتبر كان له تأثير كبير على العالم العربي والإسلامي عموما وبالتالي أصبح أردوغان يمثل شخصية لها مصداقية ولها حتى محبة في قلوب المختلف الشعوب العربية الإسلامية لأن التعاون الليبي التركي يقلق فرنسا كثيرا ويهدد مصالحها وبطبيعة الحال تركيا أصبحت منافس فعلي ومنافس له شرعية لأنه تعامل مع حكومة السراج وبالتالي فأعتقد أن امتداد تركيا في العمق الإفريقي كان من خلال التعامل مع النخب كما قال الأستاذة الكريمة وكان من خلال مساعدات فعلية بالإضافة إلى أن هناك تذمر كبير من التواجد الفرنسي هذا التواجد الذي أرق هذه الشعوب وهذه الدول وبدأت فرنسا تفقد كثير من نفوذها المعنوي في إفريقيا طيب أستاذ عبد الرحمن بن شريط مشكور سنعود لك بعد هذا الفصل سأعود لك نجوة بعد فصل إشهري فصل إشهري ونعود لكم بعد ذلك في الجزء الثاني مبرنامج أرحبا بكم مشاهدنا الكرام في الجزء الثاني مبرنامج في المزاد نحن نتحدث عن الملف الذي وتطوراته على الساحة المحلية والإقليمية أستاذ النجوة ربما مشينا الحديث عن توجس خلينا نقول تصادم تركي الفرنسي أردوغان قبل يومين تحدث أن المخابرات التركية غيرت قواعد اللعبة في ليبيا يعني ربما بدأت المصالح بدأت لعبة تظهر إلى العلن أن الكل له أطمع في الملف الليبي مع عدل الجزائر التي تحدث وزير الخارجي وكذلك رئيس الجمهور السيد عبد المجيد تبقون أن الجزائر ليس لديها أي أطمع داخل تركيا إلا ضرورة المحافظة على وحدة ليبيا بالدرجة الأولى سيدا جوا داكو يعني تزير ما عندهش أطمع هذا أمر مفروق من ولكن السياسة أساسا هي لعبة توازنات ولعبة مصالح نحن الآن لما قلنا أنه بعد هدم الدولة الليبية وكانت للتذكير دائما نذكر أنه فرنسا هي كانت قائدة العملية بعشر ألاف هجوم أيضا قطر التي تعتبر اليوم حليف لتركيا وحكومة الصراج قطر قدمت أكثر من 2 مليار دولار كدعم للعملية العسكرية إضافة إلى أكثر يعني نظن أكثر من ألفين من الكوموندوس القطري الذين تسللوا إلى الأراضي الليبية وتم تسليح القبائل من أجل تحويل ليبيا إلى هذا الإقليم قلت تركيا ولو أنها تدخلت بشكل متأخر مقارنة بفرنسا والمحور الذي قام بعملية الهدم إلا أن تركيا عندها طموح واضح تركيا دولة براجماتية مئة بالمئة وإن كانت تستعمل الجانب الحضاري أو الإيديولوجي من أجل التوغل والحصول على أكثر مكاسب تبقى يعني للمحور المحور المصري السعودي حينما يتكلم على الأمن القومي العربي ما كانت مفهوم من قوم عربي ونرجع تاريخيا أن هذه الدول ساهمت في تهديم كل الدول العربية يعني بش نخرج من هذه الخطابات ذات البعد القيمي والإنساني أيضا تركيا دولة برغماتية بامتياز بعيدا عن المتغير الحضاري الذي وظف بشكل جيد وسوقت له عن طريق الإعلام قلت يبقى التصادم الفرنسي التركي والتي استفادت منه إيطاليا واستفادت منه العديد من الدول العديد من الدول التي ترفض التواجد الفرنسي وتريد تقليص الدور الفرنسي سواء في دول الساحل أو في ليبيا يهمها أو استفادت كثيرا من المواجهة التركية الفرنسية وين ظهرت بشكل جلي يعني الحادثة الأخيرة في جوان ثمانية جوان مؤخرا أين أو أثناء المهام الحراسة التي تقوم بها فرنسا في شرق المتوسط وجهت أو وضعت البوارج التركية ووضعت الفرقاطة الفرنسية في نقطة التصويب وكانت الحادثة ممكن أن تتطور إلى مواجهة ومنظن فرنسا ستقوم بأي مواجهة عسكريا نأكد أن جميع العمليات العسكرية التي تحظى بدعاية كبيرة فرنسية فرنسا ضعيفة عسكريا ودائما كنت نكتب أحيانا لم يكتب التاريخ عن إرهاب فرنسا كما كتب عن فشلها العسكري والإستراتيجي لذلك فرنسا كلما وجدت توازنا أو قوة حقيقية فعلية عسكرية تتوجه سواء إلى الدعاية سواء إلى توظيف كما كانت تفعل دائما توظيف الاتحاد الأوروبي لتحقيق مصالح سياسية كما مثلا الآن لما نشوف توظيف الاتحاد الأوروبي من أجل فرض عقوبات على تركيا وتثير مشكل شرق المتوسط أيضا مثلا نشوف مؤخرا المناورات التي قامت بها فرنسا مع مصر وهي تبقى دائما في إطار الدعاية سواء الدعاية الحقيقية أم حتى الدعاية التصويرية فقط في إطار الحرب النفسية أو محاولة للضغط من أجل توجه إلى المخرجات السياسية أعود لك أستاذ عبد الرحمن بن شريط مرحبا بك من جديد نتكلم اليوم عن المغرب ونتكلم ونتحده على خط دخول المغرب خطة تسوية في ليبيا اليوم استقبال المغرب لعاقلة صالح رئيس مجلس النواب ووفد مرافق له ربما ما هي قراءتك لوجود وتواجد هذه الوفود في الجارة المغرب أعتقد بأن مما أدى إلى تأزيم الوضع في ليبيا أن هناك حسابات حسابات خارجية لا علاقة لها بالأزمة الليبية يراد لها أن تصفى في ليبيا كذلك فالخلاف الموجود في مثلا في مجلس التعاون الخليجي يظهر في ليبيا من خلال تعامل أو تحالف القطر مع تركيا ومن خلال تحالف السعودية والإمارات مع مصر أعتقد بأن الطرف المغربي كذلك يريد أن يكون له شأن في القضية الليبية وذلك من خلال بطبيعة الحال الوقوف ضد التوجه الجزائري الذي هو توجه يريد أن يركز على الحل السلمي الحل الدبلوماسي الحل الذي يجتمع فيه الفرقاء على الطاولة وبطبيعة الحال الجزائر تقف مسافات على مسافات واحدة مع مختلف الفرقاء ولا تفضل أي طرف على الآخر ولكن أعتقد بأن الخلفية السياسية للمغرب كمملكة فهي أعتقد بأنها تحاول أن تتقرب إلى المملكة العربية السعودية إلى دول الخليج وأن تتبنى نفس الموقف ولذلك في هذه الحالة أعتقد بأن الصراع الموجود في ليبيا هو عبارة عن تصفية حسابات بشكل غير مباشر اكتساب مصالح كما أشارت الأخت أن الموقف المغربي هو بطبيعة الحال نعرف أنه غير مؤثر لأن المغرب بعيدة جغرافيا عن ليبيا ولكن تريد أن تكسب ود دول الخليج مصر والسعودية وغيرها وبطبيعة الحال حتى يحسب هذا لها وبالتالي فهناك مصالح وهناك رغبة في الاستفاف أمام أو مع الطرف الذي تريد من خلاله المملكة المغربية أن تكون لها مصالح من ناحية وأن بطبيعة الحال تقف بشكل يحرج الطرف الجزائري الذي هو طرف يسر ويعمل على امتصاص هذه الفوضى وهذا التكارب نحو التسلح وهذا التعفين للوضع في ليبيا من خلال الحرص على إيجاد حلول دبلوماسية ومخاطبة الشعب الليبيا ومحاولة تحريك غميره من عجل الابتعاد وإخراج كل الدخلاء من أرضه وأن الحل في نهاية مطاف هو حل ليبي ليبي وأي شيء آخر فإنه سيؤدي إلى مزيد من التصعيد ومزيد من المشاكل سأعود إليك أستاذ عبد الرحمن بن شيط أستاذ نجوة ربما نعلق على هذه النقطة بما أنه التطور حدث في الملف ليبي ووجود عخينا صالح رئيس مجلس النواب في المغرب كيف نقرأ ربما هذا تواجد أنا نشوف بكل بساطة بالنسبة للجزائر قلت أنه عودة قوية للديبلوماسية الجزائرية يعني سواء أصبح يقلق سواء بجهود متخفية أو جهود واضحة إلا أنه قلت رغم تراجع الموقف الفرنسي لازم نحط في بالنا دائما أنه فرنسا طيلت هذه السنوات كلها ما زالت متحكمة سواء في تونس أو الجزائر أو دول الساحل ما زالت عندها خلايا تعمل لصالحها نخب ما زال تبعين إلى فرنسا يعني وفرنسا دائما تضغط بهؤلاء النخب وهؤلاء العملاء وهؤلاء السماصرة على صناع القرار وتريد دائما التوجه بالقرار الاستراتيجي خدمة لمصارحها قلت أن الموقف الجزائري المعلن ليس انكفاء بالعكس موقف يقترب من الحذر والترقب لأنه ليس من السهل اتخاذ مواقف مع هذا أو ذاك وشفنا دائما المحاور متغيرة والمصالح متبدلة قلت قلت أن فرنسا تحولت أو حولت الملف إلى المغرب كمحاولة لإيجاد البديل السياسي الذي يضمن أكثر مصالحها في ليبيا قلت وهي ورقة للضغط على الجزائر باعتبار أنه يعني حبينا أو كرهنا وجاء في تصريح الرئيس تبون أن الموقف الإيطالي والجزائري موقف متطابق ومتوافق وهذا واضح والموقف الإيطالي يتناقض تماما مع المصالح الليبية مع المصالح الفرنسية في ليبيا بمعنى يعني حتى ولو كان ما تكونش خطابات واضحة لكن عمليا عمليا فرنسا رغم تراجعها ورغم أنه التواجد التركي حيد تماما التواجد الفرنسي في ليبيا ويمتد إلى دول الساحل ونقول نذكر الرفض الشعبي في دول الساحل والدول الإفريقية ووصول نخب وطنية ترفض التوغل الفرنسي إلا أن فرنسا مازالت قادرة على التأثير الداخلي ومازالت قادرة على تحقيق حالة عدم الاستقرار السياسي وعلى مستوى المؤسسات سواء داخل تونس أو حتى داخل الجزائر بشكل محدود نعم العودة إلى المغرب سنة نجوة العودة إلى تواجد ربما هذه الوفود الليبيا في المغرب قراءة بكل صراحة اليوم هل ربما هناك مناورة لي ربما قول أن المغرب اليوم أنا متواجد كذلك في الملف الليبيا لكن نذكر فقط العمل الجغرافي العمل الجغرافي يجعل الجزائر وتونس ومصر أقرب من أي مقاربة مغاربية وفي 2015 أين عقدت اتفاق السخيرات الجزائر كانت محيدة بقرار فرنسي الذي استفاد من وضعية الجزائر الداخلية في تلك الفترة بمعنى أنه دائما قلت أنه اللجوء إلى المغرب كبديل سياسي لإيجاد مخرجات تتوافق مع المصالح الفرنسية في المنطقة أستاذ نجوى أن مثل هذه المؤتمرات وهذه دائما تنتقل من بلد إلى بلد سيطيل في الأزمة إن دخلت هناك حسابات أخرى وعليش كسروا ليبيا وعليش حابين يكسروا الجزائر وعليش حابين لماذا الآن يحب جر الجيش المصري لا نتكلم عن الموقف السياسية لكن الهدف هو الإبقاء قلت الإبقاء على حالة عدم الاستقرار في ليبيا لأن حالة عدم الاستقرار في ليبيا ستنقل اللاستقرار والفوضى في شكل تفاعل متسلسل إلى دول الجوار قلت أن فقط الولايات المتحدة الأمريكية تتدخل بقرارات حينما تمس مصالحها سواء بزيادة الانخراط الروسي والتحالف الروسي مع حفتر سواء بعد انقطاع تدفق النفط في الموان سيرت والهلال والهلال النفط في ليبيا نعم سأعود لك نجوى سيد عبدالرحمر بن شريط تساؤل ربما تساؤل كلاسيكي هل الحل السياسي يبتعد أم يقترب بكل صراحة طبعا أعتقد بأن الحل السياسي لا يبتعد ولكن يتم إبعاده ويتم إقصائه والعمل على قطع الطريق أمامه وأعتقد بأن هناك من لا يريد حلا سياسيا وعندما نقول الحل السياسي نقصد الحل الذي يكون في يد الليبيين وأن نعيد القرار لأصحاب الأرض وأن لا نكون أكثر ملكيين من الملك كما يقال ولهذا فأعتقد أن الذي يحب الخير لليبيا ما عليه إلا أن ينسى حب وأن يخرج من هذه الدولة ويترك الشأن للليبيين ويمنع وصول السلاح القضية معروفة وفي مؤتمر برلين تم وضع النقاط على الحروف وعرف منذ البداية والجزائر بطبيعة الحال أعتقد بأن هي الدولة الوحيدة التي لا مصالح لها في ليبيا لا توجد لها أي مصلحة بل بالعكس الجزائر لو كانت تريد مصالح معينة لما كان سبقها إلى التدخل في ليبيا أي دولة أخرى ولا استعملت كل وسائل من أجل هذا ولذلك فأعتقد بأن الحل السياسي موجود الحل السياسي لنحتاج إلى اختراعه الحل السياسي يعرف الخاص عام ولذلك فأعتقد بأن هذا الحل يراد له أن لا يصل ويراد له أن يفشل ويراد له أن يقع في أيدي أطراف معينة وبالتالي الطاولة التي تدعو لها الجزائر هي طاولة ليبيا ليبيا أما الطاولة التي تدعو لها القوى الأخرى هي طاولة لتقسيم ليبيا كما أشرنا من قبل وفي حصة سابقة لذلك فكما قالت الأخت الكريمة هناك رغبة في إحداث فوضى في المنطقة بكاملها وإقحام كل الفرقاء خاصة الذين لا نقتل لهم فيها ولا بعير كما يقال وما تدخل مصر في هذه الظروف الصعبة إلا دليل على كما قالت الأخت على إفشال وإضعاف وتشتيت القوة العسكرية الأقوى في المنطقة وهي الجيش المصري وبالتالي فأعتقد بأن الحل السياسي حل موجود ويمكن يعني لو كانت هناك نوايا حقيقية لهذا الحل تم إنجازه وتوفير الشروط له وتوفير الشروط له هي بكل بساطة انسحاب كل فراء وفرقاء وترك الليبيين بدون سلاح يلجأون إلى حل لأنهم المعنيين في الأول والآخير في مستقبل ليبيا في مستقبل ليبيا الأستاذ نجوة ربما تسأل هنا عن الجيش المصري من يريد جر الجيش المصري المستنقع الليبي إلى داخل ليبيا من يريد ربما أحد أقوى الجيوش في إفريقيا والمصنف ترتيبه على المعتقد التاسع أو الحدي عشر في العالم من يريد جر مصر إلى ليبيا إلى مستقع إلى داخل ليبيا من وراء كل هذا أستاذ نجوة هناك العديد من التساؤلات اليوم في المقابل هناك شحن داخل مصري ربما لهذه العملية في المقابل هناك ربما انتكاسة مصرية داخل الحديث هنا عن سد النهضة دائما الحديث عن الصراع الإيتيوبي المصري ربما هناك تصادمات كثيرة في المنطقة ومن حطم الجيش العراقي في تحديدا سبعة تجون في 1991 ثم تدخلات عسكرية أحادية ثلاثة تدخلات عسكرية طيب 12 سنة ربما الأدوات تتغير ثم غزو في مارس 2003 من حطم سوريا ومن حطم ومن حطم اليمن ومن حطم ليبيا ومن حطم دول الساحل ومن يريد تحطيم الجيش المصري والجزائري هو نفس المشروع مشروع يريد تفتيت الدول العربية ضرب الجيوش قلت لأن الجيوش هي القوة الصلبة حتى تبقى إسرائيل هي القوة المهيمة في المنطقة القوة المتكاملة بقدرات تقليدية وفوق تقليدية بوسائل توصيل متعددة في حين يتم استدراج هذه الجيوش سواء من الداخل عن طريق التدمير الذاتي أو الحروب السلمية أو الحروب الملونة سواء دفعها إلى التصادم البيني قلت أن العملية هي عبارة عن مشاريع تطبخ منذ سبعينيات القرن الفارت وليست وليدة اللحظة هذا مشروع الشرق أوسط الكبير الذي أعلن عنه في جريدة الحياة اللندنية في 2004 وقبله أو هو الوجه الآخر لمشروع الشرق أوسط الجديد وتحدثت عنها أول برايت وتحدثت عن عديد من الشخصيات أطروحة شيمون بيريس هي نفس المشاريع التي تنفذ على الوطن العربي سواء الشق المشرق العربي الذي أصبح يسمى عمدا الشرق الأوسط أو المغرب العربي الذي أصبح يسمى عمدا شمال إفريقيا ودون الدخول في تفاصيل لأن ذلك يحتاج الكثير من الوقت نعم يحتاج الكثير من الوقت أستاذ عبد الرحمن بن شريط أعود إليك ربما نتحدث الآن عن مصر ودور مصر في ليبيا في المقابل مصر تتلقى انتكاسها في سد النهضة نتكلم عن صراعها مع إثيوبيا دائما على هذه المياه الحيوية في مصر وفي إثيوبيا كذلك أنا أعتقد أنه ربما جر مصر في الملف الليبي كذلك س ربما هو تحطيم بالدرجة الأولى للجيش المصري بترسانته العسكرية القوية أعتقد بأن عملية تدمير مصر وعملية إضعاف مصر بدأت منذ مدة طويلة وخاصة منذ الانقلاب السيسي على الرئيس الشرعي محمد مرسي رحمه الله وأعتقد بأن ما يحدث حاليا هو مجرد استمرارية منطقية في عملية التدمير وعملية التدمير بدأت أولا على الصعيد الاجتماعي وهذا الشأن الداخلي المصري أصبح يدل على أن هناك انهيار كبير للمجتمع المصري انهيار كبير للقدرة الشرائية المواطن للعملة المصرية لارتفاع كبير للأسعار يعني عاناء كبير للشعب المصري وذلك نتيجة سياسات تعمل على تقوية الجيش المصري من ناحية أنها تقدم رشاوة لهذا المصر من أجل يعني شراء كوادره وشراء بمم كوادره والدفع بها في يعني تصور أن الجيش المصري أصبحت يشرف على توزيع المؤونة أصبحت يشرف على يعني نشاطات لا علاقة لها بالتسلح لا علاقة لها بالجيش أصبح يقوم بأدوار بعيدة بكل بعد عن الأدوار التقليدية التي تقوم بها الجيوش ولذلك أعتقد هذا الذي دفع أو شجع دولة مثل إتيوبيا أن تستأسد على مصر وأن تفكر في ملء سد النحضة ويعني بالرغم من كل الدعاوة وبرغم من كل الوسائل التي سعت من خلالها مصر يعني لمنع هذه العملية ومع ذلك فهناك شعور بأن مصر ليست هي مصر بقوتها بعنفوانها بقيمها بجيشها بحضارتها لا ننسى بأن مصر هي التي العربة التي كانت تقود الدول العربية هي التي كانت ساهمت في تحرير كثير من الشعوب ساهمت في الطورة الجزائيلية ومع ذلك منذ مدة زمنية طويلة ممكن نرجع إلى عهد جمال عبد الناصر الذي تورط في حرب اليمن إذن هناك عملية لتفكيك هذه الدولة منذ القديم وقد نجحت الكيان الصهيوني في أن يحقق هذا خاصة مع السيسي الذي أصبح خطر داهم على استقرار مصر على سلامة مصر على مستقبل هذه الدولة ولذلك المحاولة الأخيرة للإجهاز على الجيش المصري هو إدخاله في المستنقع الليبي وقضاء عليه بشكل نهائي وهذا بطبيعة هل يعمل لا يعمل إلا لمصلحة الكيان الصهيوني لا يعمل إلا لمصلحة السيطرة الكيان الصهيوني وهذا استمرار لمستنقعات أخرى وقع فيها الجيش المصري خاصة في سيناء ويعني اعتداءات على السكان منطقة سيناء وتحويلهم ويعني سبقة القرن التي تتكلم عنها المملكة العربية السعودية إلا وعلى ذلك إذن الوضعية واضحة يعرفها الخاصة العام وهي تتحرك في إطار منسق ومتكامل الغرض منه بطبيعة حال وإضعاف منطقة والسيطرة عليه جميل الأستاذ عبد الرحمن أستاذ نجوى قبل أن نختم تواجد الفيلسوف الصهيوني في ليبيا ورفض من طرفين ربما حتى نعلق كذلك على دور هذا الرجل الذي تواجده في العديد من دول إلا وحل بها الخراب والضمار بيرنارد بيرنارد ليفي كما يلقب هذا السحو في الفرنسي اليهودي كما يلقب عرب الخراب وله العديد من العلاقات في الدول العربية متشاعبة حتى في الجزائر ومن أهم تصريحاته أنه تأسف أن الربيع العربي لم يصل إلى الجزائر في فترة سابقة قلت يدخل هذا أو دور بيرنارد ليفي ضمن ما يعرف بتنفيذ حروب العنف أو الحروب السلمية الرجل له علاقات وطيدة مع الكثير من المنظمات الصهيونية غير الحكومية التي تحرك الشبكات الحقوقية حتى منها في الجزائر سواء الشبكات الحقوقية التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق المفقودين أو الشخصيات والنشاطاء التي عندهم ثقة وطيدة مع بيرنارد ليفي ويعملون مع تقارير منشورة سنويا سواء مع فريدوم هاوس أو العديد من هذه المؤسسات التي تنشط من أجل تفجير الدول من الداخل ومن أجل تفكيك الدول في هذه المنطقة شكرا لك الأستاذ النجو عابر وشكرا على مقدمتي في برنامج في المزاد الشكر موصول كذلك للدكتور عبد الرحمن بن شريط أستاذ الفلسفة السياسية بجامعة زيان عشور بالجلفة الشكر موصول لك الأستاذ شكرا جزيلا لك على بقائك وفيا لبرنامج في المزاد بهذا نختم هذا العدد من برنامجكم في المزاد ألقاكم في أعداد لاحق دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة